أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إنجيل واحد الإنجيل بصفته قصة دراما الإنجيل شخصيات سانوية وشخصيات رئيسية أبطال كيف نقرأ الإنجيل كقصة ورواية صحيح الإنجيل هو وحي مقدس لكن هو أيضا عمل أدبي يصنف ضمن الأعمال الأدبية لذلك حلقتنا في هذا اليوم تتكلم عن الإنجيل بصفته قصة هنتكلم عن بعض الشخصيات التي تظهر على صفحات الإنجيل وكيف ينفرد كل بشير في إظهار ملامح هذه الشخصيات خليكم معنا أريد أن أرحب بضيوفي أسيس وائل عوض أهلا بيك أهلا بيك أسيس أسيس رفعت فكري أهلا بيك أهلا بحضرتك أسيس يوسف سميف أهلا بيك أهلا أسيس أسيس سامح إبراهيم أهلا بيك يوحنى المعمدان واحد من شخصيات الإنجيل كيف تظهر شخصية يوحنى المعمدان عند البشير يوحن ربما البشير يوحنى من أكثر الأنجيل اللي ركزت على البشير يوحنى البشير يوحنى أو يوحنى المعمدان أسف لأنه ده زي ما قلنا قبل كده جزء من النقاش أو المواجهة اللي كانت بتدور في وقت يوحنى المعمدان مع جماعة يوحنى المعمدان فيوحنى المعمدان بيظهر في أصح واحد وعدد ستة على أنه هو شخص مرسل من الله في نفس الأصح في عدد سبعة بيقول أنه هو مرسل يشهد للنور ويؤكد أنه ليس هو النور في حد ذاته لكن النور الذي ينير كل إنسان كان يقاتيا للعالم في إشارة إلى المسيح في عدد تسعتاشر بيقول أنه يوحنى نفسه بيشهد عن بنوة المسيح لله بيقول أنه المسيح هو ابن الله وفي عدد خمسة وتلاتين لسبعة وتلاتين من نفس الأصح نشوف يوحنى المعمدان وهو بيوجه نظر تلاميذه لحقيقة المسيح أنه هو هذا حمل الله الذي يرفع خطيات العالم ففي كل ما ذكرت تقريباً دي الحاجات التي ذكرت عنه في إنجيل يوحنى لكن في كلها إشارات إلى شخص المسيح يوحنى يشاور على شخص المسيح أنه هذا هو المنتظر هذا هو الله أو حمل الله الذي يرفع خطيات العالم يعني هو يوحنى في الإنجيل بحسب البشير يوحنى يظهر على أنه شخصية أساسية مساحته كبيرة ولا إيه؟ يعني المساحة مش كبيرة قد ما اللي بيقوله يعني كم موقف مثلاً عند يوحنى البشير عن المعمدان؟ يعني تقريباً بنتكلم على حوالي 14-15 آية بيتكلم فيها فقط من مجمل الإنجيل يعني البشير يوحنى يستخدم المعمدان على أنه شاهد للإعلان الإلهي في شخص المسيح بالضبط ضمن فكرة موضوع الشهادة العريض عند البشير يوحنى بالضبط بشير يوحنى بيفرد سبع شهادات أساسية بيبدأ بيوحنى المعمدان على أنه شاهد أساسي في بنوة المسيح لله أسيس رفعت شخصية المعمدان في الإنجيل بحسب البشير لوقة الحقيقة شخصية يوحنى المعمدان وفقاً للبشير لوقة أنا بشوف أنها شخصية محورية محورية آه طبعاً شخصية مركزية البشير لوقة لأنه مؤرخ ومدقق وتتبع كل شيء من الأول بتدقيق بينفرد في أنه هو الوحيد مثلاً اللي بيذكر لنا بشارة الملك لزكريا وليإصابات بولادة يوحنى المعمدان يعني هو بيبدأ مع يوحنى من البداية من البداية بيجيب لنا الميلاد بتاعه من قبل ميلاد المسيح وبيكلمنا عن زكريا وليإصابات أنه هما الاثنين كانوا برين أمام الله وحفظين وصايا ربنا مين زكريا وليإصابات؟ زكريا أبو يوحنى المعمدان وليإصابات أمه أي كمان البشير لوقة بيتكلم عن ميلاد يوحنى المعمدان وده أسبق مما كتبته بقية الأنجيل بيتكلم عن خدمة يوحنى المعمدان وعزه إزاي يوحنى المعمدان كان وعز قدير كان وعز جريء كان بيتكلم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الشجاعة كان بيوبخ بيعز بينتهر ما كانش بيقول الكلام اللي يرضي المستمعين لكن كان بيعز عن التوبة وضرورة التوبة والعودة إلى الله كمان البشير لوقة ذكر مواقف مهمة في حياة يوحنى مثلا لما يوحنى تصدى لهيرودس الملك اللي تزوج بامرأة أخيه طبعا وفقا للشريعة اليهودية كان من حق واحد يتجوز مرأة أخوه بس بعد ما أخوه يموت هيرودس تزوج امرأة أخيه وكان أخوه على قيد الحياة فطبعا ده كان موقف مريب يوحنى المعمدان بالرغم أنه بيكلم الملك كان ممكن يجمله يدهنه كان ممكن يقول لكل حادث حديث لكن يوحنى ما أعملش كده تعامل مع هذا الملك بكل جرأة وبكل شجاعة كما كان يعز ويوبخ وينتهر قال لهيرودس لا يحلل يعني إذن شخصية يوحنى المعمدان عند لوقة هي شخصية إيجابية نموذج إيجابي إيجابي وجريء وشجاع كانت النتيجة أنه تحط في السجن بيؤكد وبيشير إلى حبس يوحنى المعمدان كمان بيبرز لوقة موقف آخر في حياة المعمدان لما المعمدان كان في السجن يبدو أنه شك يعني حس أن المسيح المخلص الآتي يعني ما ينفعش يكون المسيح موجود وهو محبوس ولا سيامن هو ما عملش حاجة غلط هو مجرد انتهر الخطأ فأرسل تلميذين للمسيح أنت هو الآتي أم ننتظر آخر بعض الناس بيعتبروا أن يوحنى لما بعت التلميذين علشان هم رحوا يسألوا يوحنى فقال لهم رحوا يسألوه لكن غالبا هو شك كإنسان هل ده المسيح ولا لا وهنا بيبرز لنا لوقا أن المسيح بعت التلميذين قال لهم روحوا يوحنى وقالوا له اللي انتوا شايفينه العم يبصرون والعرج يمشون وطوبة لمن لا يعثر فيها وبيؤكد لوقا على عظمة المعمدان يعني على الرغم من أنه شك على الرغم أنه في موقف ضعف لكن لوقا أكد على أن المسيح مدح يوحنى المعمدان في موقف كمان بيذكره البشير لوقا عن يوحنى المعمدان قصة قطع رأسه قصة قطع رأس المعمدان أن هيرودس قال أنه هو يوحنى المعمدان آمن بأنا قطعت رأسه كان يتكلم عن المسيح آه كان يتكلم عن المسيح فطبعا يوحنى في لوقا هو شخص شجاع شخص صاحب مبادئ لكنه في نفس الوقت هو إنسان ضعيف بشك وإزاي المسيح احترم هذا الضعف الإنساني لم يوبخه أعطاه قدره على اعتبار أن هذا الرجل يوحنى المعمدان فضل أن يموت ويدفن بدون رأس على أن يعيش بدون مبدأ يعني لوقا يميل أن يظهر إنسانية المعمدان بكل ما فيها من عظمة أو ضعف بكل ما فيها من عظمة أو ضعف واتحدث عنه بشيء من التفصيل ومساحته واضح أنها كبيرة مساحته كبيرة وشخصية محورية في إنجيل يوحنى في إنجيل لوقة بدليل أنه بدأ من قبل أن يولد المسيح من التبشير بميلاد يوحنى المعمدان أسيس يوسف المعمدان عند ماركوس كيف يظهر وكيف تظهر ملامح شخصية؟ المعمدان عند ماركوس ما عندوش مالهوش مساحة كبيرة يعني هو يظهر مرة في بداية الإنجيل ومرة عند الحديث عن سجنه وقطع رأسه وربما ماركوس أراد كده لأنه زي ما احنا قلنا أن إنجيل ماركوس هو إنجيلي الخدمة أي وبالتالي قصد ماركوس يقول أنه هناك خدام الحياة بتاعتهم مش طويلة ويمكن الذكر بتاعهم مش كتير مش كتير لكن تأثرهم عميق في الحياة وتأثرهم عميق على من هم حولهم واحد من هؤلاء كان يوحان المعمدان عشان كده يمكن أصد البشير ماركوس أنه لا يفرد له الكثير من مساحة إنجيله يوحان زي ما قلت بيجي في قصتين في الأول في أصحاح واحد من عدد واحد إلى عدد تمانية بيتكلم على من هو يوحان وإيه شغلته وفي الجزء ده يعني ممكن نقول أنه البشير ماركوس كان يقدم مقومات الخادم من خلال شخصية المعمدان والثلاث مقومات مقوم الأول هو رسالته أما يقول كان يوحان يعمد في البرية ويكرس بمعمودية التوبة لمغفرة الخطائق فعنده رسالة أي خادم في الدنيا ينبغي أن يكون له رسالة الحاجة الثانية عنده نوعية حياة فيوصف حياة يوحان مأكله وملبسه يقول كان يوحان يلبس وبر القبل ومنطقة من جلد على حقويه ويأكل جرادا وعسلا بريا بيقول أنه للخادم لا ينشغل بأمور هذه الحياة علشان يحقق رسالته يقدم يوحان كنموذج للخادم المتجرد بالزبط يعني الخادم اللي عنده رسالة والخادم المتجرد والخادم المتضع اللي يقول أنه لست أهلا أن أنحني وأحل اللي عارف قدره أمام ما بياخدش مكان السيد لستو أهلا أن أنا أحل السيور حذائي أنا عمدتكم بالماء أنا عمدتكم بالماء ده دوري وأما هو فسيعمدكم بروح القدس يعني هو ماركوس يرسم سورة للمعمدان بالزبط هي سورة الخدمة أيضا ليجعل هذه الشخصية خادمة لغرض كتابة إنجيله وافتتاح الإنجيل هو ده سورة الخادم اللي أنا نيجي لل يعني إحنا لو نقرأ المعمدان عند ماركوس نقرأ عن المعمدان الخادم طبعا الصورة التانية أو القصة التانية هي قصة استشهاد يوحانا المعمدان وقصة استشهاد يوحانا المعمدان يعني كتفاصيل موجودة في كل الأنجيل لأنني أهمني المكان اللي حطها فيه البشير ماركوس أيوة في أصحاح ستة حطها بعد فقرتين كل فقرة بتتحدث عن الإرسالية وعن حاجة معينة في الإرسالية رفض الخادم آه الخادم المرفوض المرفوض فيقول في ستة من واحد إلى ستة بتتكلم عن إرسالية الرب يسوع في الناصرة ورفض أهل الناصرة ليه بعدها على طول تتحدث عن إرسالية الرب يسوع للتلاميذ وأنهم قد يواجهون الرفض والاضطهاد بعدها على طول تأتي قصة يحن المعمدان المرفوض أيضا فهو بيتكلم على مقاومات الخادم في بداية إنجيله بعدين بيتكلم في استشهاد يحن عن مصير الخادم آه أنه الخادم قد يواجه بالرفض وعامة يمكن الخدمة تواجه بالرفض ده مش رافض بقى ده دبح ده دبح بالضط فدي صورة المعمدان كما يقدمها البشير ماركوس شكرا يا أسيس أسيس سامح كيف تظهر ملامح المعمدان كشخصية في الإنجيل عند البشير ماركوس هو متى يعني إلى حد كبير يعني ماشي بخط البشير لوقة يعني معظم المواقف اللي ذكرها الأسيس رفعت وردت في متى فأنا يعني مش هكرر الكلام لكن يعني فيه حاجتين مهمين خالص لدور يوحن المعمدان في رواية متى أيوه الأمر الأولاني أن يحنى يعد لمجيء المسيح ده واضح خالص به الاقتباس حتى اللي بدأ به متى الكلام عن يحنى المعمدان صوته صارخ في البرية أعده طريق الرب صنعه سبله مستقيم فبيتكلم متى أن يحنى المعمدان كان دوره الإعداد لمجيء المسيح اللي هو نفسه بيعتبر هو الشخص الأقوى منه لذلك مثلا في عدد 11 من متى 3 أنا أعمدكم بماء للتوبة ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني الذي لست أهلا أن أحمل حزاءه فبيتكلم متى أن يحنى يعد الطريق لمجيء الرجل الأقوى أو الشخصية الأقوى الذي هو المسيح يعني يظهر المعمدان عند متى في رواية الإنجيل على أنه الرجل الثاني الرجل الثاني السنيد يعني بالظبط الرواية في القصة رغم أنه شخصية قوية رغم قوة يحنى المعمدان هو شخص له تلميذ هو شخص له يعني كارزمة قوية جعلت الملك هيرودس مثلا يخاف منه لما يسمع عن يسوع المسيح يخاف من يحنى المعمدان الأمر الثاني يعني إذن متى بتكلم عن أن يحنى المعمدان يعد الطريق لمجيء المسيح الأمر الثاني في متى أنه يعني بتكلم أن فيه استمرارية بين خدمة يحنى المعمدان وخدمة المسيح استمرارية أو توازي يعني خدمة يحنى المعمدان توازي خدمة Muitoير ترجمة نانسي قنقر